بسم الله الرحمن الرحيم ساعة أقبل كل شيء من نجمشنا نتعدى للوفاة والأخونا وزميننا يوسف عبودة اللي هو من المغطرين ومن اللاعبين القدامى باسمي وباسم المارس باسم رئيس النادي اسم عيل الجامل جميع مكونات المقرب الفاسيين حد نتقدمه بالتعازي الحارة بالفقيد ان شاء الله ربي يرحمه وربي ان شاء الله يحطه في أعلى العليين ان شاء الله ربي يصبر عيلته وأن الله وأن إليه رجعه بالنسبة لسؤال متاعك انا مش نعطيك قراءتي انا للمباراة ولا وأنه خطر كان شوية تسمحوا لي تقلقت شوية على أخونا خطر فترة هذي شفته آخر واحد تقريبا شفته وتقلقت عليه الله يرحمه مسكينك قلنا بنسبة اليوم نحنا الحمد لله معنات هالوبجيكتيف متاع الفرقة السوفيت من المشرفات لك قلنا نعطيه فرصة للعبين اللي ملعبوش مع اكونونا نخليه معنات التوازن في الفقيد والحمد لله هداك اللي صار معنات عملنا لعبنا بتوازنه والهدف اللي جاء لولاني جاء من حماموشي اللي معنات من اللاعبين الشبان اللي طالع وخلر بوافقه في مسيرته وبعد عملنا معنات عملنا جاري لوماتش اخذينا البلوك وقاعدين نخدموا عنا مدة معتا في الجانب هذا معظم الاهداف اللي قبلناهم معا كورات ثابتة ولا ضربات جزاء بذلك كل معناتا في اللاعب حمد الله معناتا الفريق تحسن وتطور بكل شوفنا معناتا باللاعبين اللي قاعدين يلعبوا الاساسيين ولا حتى اللاعبين اللي هم اساسيين ما ما تقاوش فرصة وهذا معناتا شلق ثاني كيف عملنا التغييرات عطينا اكثر نفس وجومي زلد الفريق وجاء الهدف الثاني محفظنا على السفر زلد الحاجة المهمة وهذا اجمالا اللي قامتا اليوم يعني شنو ست دورك جميع انت صار اليوم انت صرتون المحملية الفريق ليوم مهدد بالنزول شنو مادة تغيير؟ متغير شي جاء جاء التوفيق وجاء الحمدلله الكونكريتزازيون جاءت نحنا كما قد لك كنا نحاوله باش نحسن الفريق فما الظروف معناتا معينة زادة برشاشي معناتا محيطة بالفريق بين من اصابات من عقوبات معناتا من الملعب انتاعنا اللي كنا ندربوا عليه تسكر معناتا معاش عنا ملعب ندربه معناتا على في الليكول ثم على السنتيتيك دوك ثم اذا من الكابيتان ديالنا عصار له كسر من ضره من جرة السنتيتيك معتا فما حاجات صارت اللي ما خلاش الفريق يبدأ منتظم اليوم معتاكي على الاقل ربي موفقنا صارت الكونكريتزازيون جاء ولي جاء الربح زادة معاناش حتى حسابات نحنا نلعبوا الكورة للكورة الكرب هذا هو يعني قبل المباراة بساعات مغرب الثاسي ستر مباراة تبقى فيك يؤكد على النزاق في المباراة واليوم مباراة ديال مغرب الثاسي في موقع الرسمي كده النزاق في المباراة الاخيرة ديالتورة اليوم ما ترى هاد بلاغ يأتي قبل هاد المباراة انتصرتك اليوم على فريق مغرب الثاسي نشاهد مهدد بالنزوم شوفوا لو انه بلاغ انت قتل عليهم اما دوم الحاجات انا كمدرب عندي ملعب وعندي اللاعبين ما عنديش علاقة بالبلاغات ما عنديش حتى داخل وانا عنديش حتى داخل وانا عندي سنوات هنا في المغرب لانهار احداثت على التحكيم حاجة جزئة تفهم الاحترام للناس كله والتقدير للناس كله بعد اللعبة نحنا نلعب وعلى رواحنا هذا الفيربليت علمناه ما اللي نحنا في المنتخبات ندرب وانا مؤثر ومكون ما ندخلش في المجال ما عنديش حتى اي جزء ندخل فيه ما تعنينيش حتى شيئا للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي هذا البرنامج قدما لكم من طرف كوتيسبو كوتيسبو منتوجة المغربية للألعاب والرياضة ام دي جي اس نربح الرياضة